موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم صديقي العزيز أحمد عز مبارح على السوشال ميديا قال لي قل لي بقى في تريند يلا كورا ليه ميسي اختفى في الشوت التاني في الكلاسكو مبارح وأنا بقول لي قوي عز بكل رحلها دية ألف مبروك الفوز مبارح في الشوت التاني بس اللي اختفى في ميسي صحيح ميسي الشوت التاني كان سيء جدا لكن شوت الأول برشلونة كان ممتاز جدا عملوا مباراة حلوة جدا 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 وكيكي بصراحة عمل شوت يعني فني وخططي ما شفناهوش من فترة طويلة بالطريقة اللي لعبها 4-4-2 ربما يكون فالفيردي لعب بيها في أوقات معينة منها 4-4-2 ومنها 4-4-1-1 لكن استخدام الرباعي اللي ورا ميسي وجريزمين يبقى اللي الارباع دول كلهم لعبة خط وسط ده بصراحة اللي كان جديد من كيكي وقدر فعلا هو يفاجئ زيدان اللي برضو كان عنده تركاية لما حطلنا فالفيردي على الطرف وبنبلغا كده كان نحس ان فيه ناقف وسط المدرع فتعالوا مع بعض نشوف ليه كان فيه اختلاف ما بين أداء برشلونة في شوت الأول وشوت الثاني طبعا الأكيد اختفى فيه ميسي وأكيد طبعا اختفاء ميسي فرح المدردية وفرح أحمد عز وفرح كل الناس بيحبوا الريال واللي أكيد طبعا رجوا خدوا الصدارة بس يا فرق نقطة لسه موضوع فيه كثيرا بس تعالوا ببساطة كده نشرح مع بعض ايه اللي حصل في بداية المباراة وليه برشلونة كان هو الطرف الأفضل في شوت الأول وكانت الناس كلها مستنية الهدف من برشلونة لولا طبعا يعني ربنا يسامحوا جريزمان في الفرص اللي ضيعها ببساطة كيكستين بدأ بالأربعة أربعة اثنين فلات وميسي كان دايما على نفس الخط مع جريزمان فأوقات كان بينزل لنص الملعب بس الجديد كان الرباعي ده استخدام بوسكيتس وأرتور في نص الملعب وضع فرانكي ديونج على الطرف وعالناحية التانية وضع أرتور فيدال دي كانت الجديدة من كيكي ان هو النهاردة يضع أربعة في نص الملعب وبصراحة اللاربع العيبة قدروا فعلا يستحوزوا على الخناقة بتاعت نص الملعب أكتر طبعا من توني كروس وكازيميرو حتى مع نزول اسكو ودخول يعني فالفيرد طبعا كان يخش كتير في قلب الملعب في الشوت الأول كان على طول واخد الطرف عشان يحمي الطرف ده من هجمات برشلونة لكن في نفس الوقت برضو برشلونة قدر ان هو ياخد الاستحواز وشفنا برشلونة يشبه نفس الأداء اللي كان مع جورديولا أيام التيكي تاكا وأيام نمار بس مع اختلاف طبعا الفكر ان جورديولا كان بيلعب بطريقة أقرب إلى أربعة ثلاثة بيق الفولس ناين الشهيرة لأ كيجين بلاح لعبها أربعة أربعة أثنين وفعلا قدر ياخد خط الويس ليه بقى خط الويس كان متاخد لأنه حاب نتكلم بصه لا يقرب من ست لعيبة ست لعيبة دول كانوا بيتحركوا كوحدة واحدة والتمريرات كلها ما بينهم كانت ممتازة حتى المباراة شبهت لي كده ان يستا وتشافي في نص المرعب بصراحة شبهت الأول من برشلونا في الباسنج يعني ميسي كمان عمل دور البلاي ميكر وكان بيهرب كتير قوي من ضغط بتاع الريال لأن زيدان كان معلي خط الدفاع بتاعه كان مقل لمساحة التمرير وبالتالي برشلونا كان بيلعب فيه التلاتين متر دول التلاتين متر دول كان قدر برشلونا ان هو يقرب المسافات ما بين ست لعيبة مرة واحدة قدروا يستحوزوا على الكرة ويعملوا الوان توهات ويهربوا من دفاعات الريال شفناها من جريزمان شفناها من ارتور لما انفرد شفناها من ميسي لما انفرد فيه كل انفرادات دي كان ببين نجاح كي جي ستين ان هو يقدر يكسر التكتل الدفاعي وقرب المسافات عند الريال مدريد وانه هو نعلل عامل هاي لاين ديفانس وعامل اوف سايت لاب برشلونا كسرها كزا مرة وطبعا ما اقدرش هنسى الدور الرائع عليه سميدو فيه شو بقى سميدو عمل واحد من احلى من احلى اشواطه مع برشلونا اللي مساعد حتى بصراحة ما جيه الفردي مش هاز قولي السنانية لأ مساعد ما جيه سميدو برشلونا احلى شهوت شفتوه هو شهوت ده اداء دفاعه اداء هجومي وقدر ان هو يعمل مشاكل كبيرة قوي لي مارسيلو على الجبهة اليسرى لكن للأسف الشكل ده لم يتواصل في الشهوت التاني بسبب ايه بقى بسبب طبعا اول حاجة انهيار البدني اللي حصل ليه لينيل مسي وهنا نقطة مهمة جدا مسي وجريزمن لما بيحصل الفجوة ما بينهم ما بين الانتين خط الوسط اعرف ان برشلونا خلاص الموضوع انتهى عنه طبعا من الاثنين اللاعبها دول عشان يوصلوا القرى لازم حد من الاثنين دول ينزله جريزمن شرط التاني كان سيء جدا ووضح جدا فعلا انه مقدرش يكمل على نفس الناصق البدن نفس الامر بالنسبة لميسي ميسي مقدرش خالص في التدخلات السنائية تدخلات السنائية الميسي شرط التاني كلها خسرها كل لا كازيميرو طبعا بصراع شرط التاني كل التدخلات السنائية خدر شرط الاول لا نبقى احنا موضحين طبعا الناس كلها بتشيل بأداء كازيميرو اه بس في الخمسة واربعين ديئة التانية وبالزبط بالزبط بعد دول عشر دايق من شرط التاني اه ريال كان فعلا طريف الافضل لكن مقدرش اقول لكازيميرو منع ميسي طور للمباراة ده شرط الاول الدايع لكده ان برشرونا راح بثلاث انفراضات على الاقل من عمق ريال مادريد والعمق يبقى مسئولية كازيميرو وطوني كروس واكيد طبعا معهم اسكو اذا كان بيرجع يعمل الدور الدفاعي لكن شرط التاني لأ شرط التاني فعلا الانهيار البدني لقصاب السنائي ميسي وجريزمن خلاهم بعيد جدا عن لعيبة خط الوسط وطبعا ارثور فيداد برده وقع بدني سوف نتكلم ان لعيبة برشلونة كبيرة في السن يعني سوف نتكلم ارثور فيداد معدل الثلاثين ميسي معدل الثلاثين جريزمن معدل الثلاثين كل الكلام ده بيخليك ما تقدرش تلعب التسعين دقيقة بنفس النصق وبالتالي بدأ فيه مساحات شسعة جدا فيه خط وسط برشلونة في الوقت اللي اجر ريال مادريدي يحافظ على اداءه البدني الممتاز جدا 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 وطبعا فينيسيس اللي فضلت طول الشوت الاول بيضايع كتير اكيد استغل شوفنا اول ما قادر يهرب من الجبهة اليسرى وطبعا خطأ فادح من بيكي عايز اتكلم عليه في الهدف الاول كرة دي طوني كروس استلم الكرة هنا هو والكرة تلعبت لفينيسيس هنا هو بالظبط كان بيكي واقف هنا بيكي خد اه يعني ايه اكتر قرار خاطئ ممكن ياخده اي مدافع داخل منطقة الجزائر اعمل اي بيكي بيكي بدل ما ياخد القرار انه يروح يضغط على فينيسيس كده هو ساب له مساحة بالظبط لمدة 3 ثواني وخد خطوتين للخلف خاف بيكي لما لقى ان فينيسيس جال بسرعته واكيد طبعا هم عارفين ان فينيسيس صليح جدا اول حاجة بيفكر فيها قبل التصويب هو الحصول على راقل الجزاء بيكي خد خطوتين للخلف ورجع لورا جابه وورا كان لازم هنا بيكي اول ما تكوره تروح لفينيسيس يبدأ يقفل عليه مساحة الاختراك داخل مطقة الجزاء تيجي بقى بلتي مجيش بلتي دي بيبقى راجع الخبرتك انت امتى تعمل توقيت التاكلن لانما الخطوتين خدتهم للخلف سبت المساحة لفينيسيس وهو كمان خد دفع معنواي ان انت خايف منه وطبعا خد قرار التصويب اكيد طبعا التاكلنج اللي خده بيكي ساعد فينيسيس ان الكوره تروح عكس تيريش تيجين وتخش المرمون لكن كان خطأ فادح من جرار بيكي انه يرجع الخطوتين دول وورا وقدم الهدف للريال في مباراة لحد ما كنا حاسين هي راحة للتعادل السلبي زي مباراة الزهاب عما كان انا حاولت اوريكو يعني بعض من النقاط الفنية في المباراة اكيد طبعا لايما ديدي استحق اكيد طبعا الفوز والانتصار بشكل كامل لكن ما تقداش تقول انه انتصار كاسح على مباراة 90 ديه لأ اول شوت ده كان بصراحة صالح بارشلونة مبروك عز التلات نقط خدتوا الصدارة افر نقطة وحيدة بس لسه فيه متشاط باقية كتيرة في لليجة وان شاء الله اتمنى اتمنى ان بارشلونة في اخر الاسبوع يتوق به الدوري ونتقابل عز على تويتر شكرا جزيلا كريم